سايبك انت بقى بروحة لا سايبك سايبك بقى ايه سايبك تجمع لنقاط ضعف ونقاط قوة ونقاط ضعف ازاي الاهلي يستغلها ونقاط قوة ازاي الاهلي يتجنبها فريق اتحاد العاصمة الجزائري طيب الكلمة معك اول حاجة اول حاجة واهم حاجة واكتر حاجة الناس كلها هتبتلي تركز عليها او اكيد كولر خلال الفترة فاتت مركز عليها اليوم في الماء واحد من اميز الفرق في قرد افريقيا بالكامل في الكرات الرأسية هم فريق مش يخوف خالص على الصعيد الاجمالي لكن على الصعيد الكرات السابتة وكرات الرأسية وكرات العرضية المتحركة مرعبين لان هم بيعملوا باكتر من شكل على القريبة اوقات على البعيدة اوقات عندهم ظهير ايمن بيعملها بنفس الشكل اللي كان بيعملوا ايوب العملود لما جناتكلمنا هنا قبل مباراة الاهلي والوداد نفس الشكل الاختراك جوة الاطمانترائي يبطلنا نعرض الكرات الرأسية في الملف تاعة الكرات الرأسية وهنتكلم نجيب لك بقى كل الحالات اللي بالشكل ده كرات سابتة متحركة حواليه الـ 18 الموسم الماضي في الكونفدرالية عملوا 24 جول جابوا 24 جول منهم 6 يعني بنسبة 25% من كرات رأسية سواء كانت عفوان سواء كانت كرات سابتة او كرات متحركة تعالي هنا كريم اجيب لك دي واحدة تلاقي هنا ده كانت دي ده في الفاينل مباراة يانج افريكنز وبص دي في تنزانيا ده في الملعب اللي هلعب عليه النادي الاهلي مع سيمبا كمل كمل التانية بص الكرة الراجل طالع ما بين اتنين ايما محيوس ده اللي راحل لعنا الفريق وكل بيلك ومش لعب واحد اللي بيالعب كرات الرأسية ست لاعبين بيشتركوا في كرات الرأسية ومميزين جدا في فرقة اتحاد العاصمة الراجل دخل في وسط اتنين وخدق ده كان هدف التقدم ليهم دي كرة سابتة من عن ناحية اليسرى كروس واضح ومباشر جدا وبيتم تسجيله كرة ركنية كمل دي لم يتم تسجيلها لكن بص انا اقولك الراجل بيلعبها وبيلعبها بشكل جيد وهو ممسوك ازاي الراجل ارجع تاني ارجع تاني معلش ارجع تاني شايف الراجل اللي ممسوك اللي ممسوك بيتخنق ده كريم اللي هو تالت لعيب من اسفل صورة تالت لعيب على نقطة الجزاء اللي ممسوك محضون ده المدافع ماسكو ده هو ده اللي يتلع ياخده الكرة بيدماغه ورغم انه ممسوك قدم عليلات السنتر باك التاني اللي جنب زين الدين بالعيد طلع لعب الكرة بشكل موايز جدا حظه السيء انها راحت منتصف الجنف شالها الحارس بيلياد اليوم دي دي كرة من الزاوية العكسية كمل تاني ووقف هنا بقى قبل ما نشرح ده ده واحد من اللعيبة مفتاح مهم جدا 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 بيعمل عملية الزاد هو الاكثر صناعة للاهداف باربعة في الموسم الماضي الظاهير الايمن لفرقة اتحاد العاصمة الاكثر صناعة للاهداف بيعمل وبيخش يختارك جول 18 دايما بص التعارف الظاهير الايمن طبيعي يبقى مكانه فين يا اما مكانه على الخط ناحية اليمين في التلت التاني طالما الهجمة مع اتحاد العاصمة يا اما الرجل يبقى مكمل على الطرف ناحية اليمين لأ انت شايف فيه اتنين لعيبة على خط التمنتاشر من اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة هو اللابس لبيض اللعيب اللي جوه الدايرة في النص بالزبط ده المهاجم اللعيب التاني اللي داخل ما بين الاتنين المدافعين ده المسافة اللي ما بين الظاهير الايصر والسنتر باك ده ساعد رضوان ساعد رضوان ده الظاهير الايمن هتخش دلوقت هيكمل الكروس كمل هاتلي الفريم اللي بعده دخل تاني اللي بعديه فريم التالت دخل الراجل عمل الارتقاء واخد الكرة بالهيد وكان هدف بالمناسبة وكان في فرقة من الفرقة اللي بتجيد جدا اللعب بالضربات السابتة الجيش والملك المغربي اللي كان عامل موسم ممتاز الموسم الماضي وقدر اللي هم كانوا مسكين ايمن محيوس طول المباراة فقدر ان هم يعملوا عملية الخداع بساعد رضوان ده يمن هو اللعيب الخفي هو اللعيب اللي بتعلوم دايما في الكرات السابتة خاصة الكرات المتحركة عفوا في الكرات الرأسية خاصة الكرات المتحركة هو اللعيب اللي بيعمل عملية الزيادة والبنترش لانه اللعيب مش طويل القامة لكنه هو دايما بيخش في المسافة بين الضهير الايصر اللي هو عشان كده نقرب الصورة يعني في المسافة اللي بين محمد عبد المنعم وعلي معلول الحالة اللي بعدها نفس القصة ده توميسون ده اللعيب بتاع بوتسوانا كان بيلعب المسلم الماضي على الجناح سواء اليمين او الشمالة كريم بكرة يوم الجمعة عفوا نحن نشوف ان شاء الله في الغالب برينس بالتسعين في الماء يكون هو راسل حربة بعد رحيل ايمان محيوس الراجل ده كان المسلم اللي فات مزعج جدا شوها بتلاقي مهاجم شوها كان واخد الحركية هو خالد بوسيليو خداف الفريق فيه الكونفدرالية المسلم الماضي الجناح الايسر بتاع الفريق دول اخطر اتنين لعيبة موجودين من الموسم الماضي خالد بوسيليو وطومايسونج المهاجم بتاع بوتسوانا كمل كمل هتلاقي بردو نفس المهاجم موجود وبيجيله لعيب من وسط الملعب او واحد من الازهرة هو اللي يدخل يعمل عملية الزيادة والخداع عشان يخش ياخده الكرة الرأسية الحالة اللي بعدها دي طبعا تم تسجيلها بردو بص نفس القص هم بيرتكزوا دايما عشان ياخدوا الكرة التانية في اتنين لعيبة وفينا على ال 18 انا هجيب لك بقى لما اكلمك على نقاط الضعف نفس اللي هم بيعملوه باجادة تامة في الحالة الهجومية دي نقاط ضعفهم في الحالة الدفاعية نفس المشاكل اللي موجودة عندهم لا بياخدوا الكرة التانية ولا بياخدوا الكرات الرأسية والتمركزات سيئة جدا كمل دي كرة يبدو ان هم ممسوكين بيطلع زين الدين بالعيد بونتها البساطة ياخدوا كرة الرأسية من وسط اتنين الحارس بيشيلها بترتد بتكمل جوم بعد كده محاكزين على الكرات الرأسية فاروح للحالة اللي بعدها نفس القصة نفس القصة ونفس التمركزات لعيب بيحجز دايما يا كريم ركز معايا الاربع لعيبة على نقطة البنالتي اتنين اللعبة دي لقطة من الدوري الجزائري العبها العبها على عدلتها نفس القصة اتنين اللعبة بيحجزوا العيد التالت هو اللي بيخش يلعب الكرة بدماغه اللعيب اللي جاي ما بيبقاش المهاجم ياما العيب جاي لو الكرة سبتة بيبقى واحد من الاتنين سنترباكين عليلات او زين الدين بالعيد واحد من الاتنين ياما واحد من الازهرة هو اللي بيخش يكمل علشان بيبقوا ممسوكين بشكل جيد لانه معروف انهم بلعبوا بشكل جيد فما بتروحش دايما طالما فرقة منظمة واقفة كويس نفس القصة كمل بص انت لو تلاحظ كل انا بكلمك علي ده يا كريم انت انا بكلمك على في الفترة من شهر 3 للشهر 6 كونفدرالية كل انا بكبرك دي اهداف من كرات رقصية سبتة او متحركة مميزين بشكل غير عادي ومش لعيب واحد هو نقطة الصعوبة في الدفاع عليهم انه مش انت مش بتدفع على لعيب او اتنين مميزين في الكرات الرقصية لا انت بتدفع على سيستم لعب او طريقة لعب اللي دايما بيروح له عبدالحق بن شيخة وقبل ما كمل في الكرات الرقصية هربط لك بنقطة فرقة فرقة اتحاد العاصمة من الفرقة بتلعب لعب مباشر يعني لعب مباشر عدد تمريرات قليل جدا متوسط تمريرات بتلعبهم 1880 في الوقاب الاهل بيعمل 390 تمريرة في المباراة بص النقيد ففرقة ما بتعملش تمريرات كتير ولا استحواز ايا كانوا بيلعبوا مين فالمتوسط عندهم قليل بيروح دايما على الكرات المباشرة يا اما في المساحة يا اما بيعتمدوا على الكرات الثابتة طول المباراة وبتكتل عدد بيتحركوا ككمباكت وفرقة مش هتلقون بيهجموا النادي الاهل كتير الا اول سلاح نتكلمنا عليه هو الكرات الرقصية ماشي بقى بقية حالات الكرات الرقصية مش هنشرحها لانها كلها حالات مقررة بنفس الشكل ومميزين فيها جدا كملها على عدلتها كمل كل الكرات الرقصية بوس دي كمان كرة متحركة تمايسو هو اللي دخل خدها قطع على الرجل من نوعه كان بيلعب جناح الموسم الماضي هو ده المهاجم اللي يلعب بقية الكريم هو اللي سجل لعيب مميز جدا في كرات الرقصية ولعيب سريع ومزعج جدا لعيب بوتسواني بالمناسبة كمل ما توقفش كمل لحد ما خلص الكرات الرقصية وده من دي يلقطها برضو من الدوري الجزائري الكرة اللي كنت بأكلمك علي اللي كان فيها مسكة يا كريم الاتنين اللعبة دايما بيعملوا عملية الحجز وبيخش الظهير أو الجناح الأيمن هو اللي يخش يعمل عملية البنتريشن عشان يعمل عملية الخداع وزي ما قلت لك كل الفرقة تقريبا بتجيد اللعب بضربات الرقص على الأقل بقى فيه خمسة ستة فيه معظم ضربات الرقص في الحالة اللي جميع عشان كرة يعني أنا قلت هي حالات متشابعة فقلت بقى خلاص ماشي الكرة الرقصية بس وقفين 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 ده أول سلاحة كريم بيعملوه بإيجادة تامة سواء في الدوري الجزائري أو في بطولة أفريقيا الموسم الماضي تاني سلاح لما بيلوه الدنيا قفرت خالص هم مميزين جدا جدا في التصويب مميزين جدا تحديدا خالب بوسيليو الجناح الأيصر بيخش يكسر دايما ويجيب لك هدفين بيسجلهم بنفس الطريقة لعيبة وسط الملعب ندوم قسة ما شكتها لعيب ممتاز ومريلي اتنين اللعبة اللي بيلعب في وسط الملعب اتنين اللعبة ممتازين لعيب مركز ستة وممتازين لعيب مركز تمانية اتنين اللعبة ممتازين ممتازين في التصويب ممتازين في التمرير ممتازين في استرجاع الكرة فاتنين اللعبة جيدين جدا في وسط الملعب فحزاري ان انت تسيب لهم دايما الكرة التي يطلق هم مميزين في الحصول على الكرة التانية في الحالة الهجومية سيئين جدا في إخراج الكرة والحصول عليها في الحالة الدفاعية فنروح كمل بقى نكمل التصوーバات فهو ومميزين جدا في التصوーバ هتلاقي أكثر من حالة تصوーバات من مسافات بعيدة جدا من أكثر من اللعب لكن يمكن أكثرهم خالب وسيليو في المسافات القريبة شوية وأوسامة ومريلي في المسافات المعيدة وأحيانا زين الدين بالعيد بي tweet عنده بعض التصوーバات هاتلي الحالة اللي بعدها دي خلاص دي جبناها هاتلي الحالة اللي بعدها على طول فعدد يجدين معنا طيب خلاص طيب وصلة الرسالة وصلة الرسالة بتاعة التصويبات. تالت حاجة لهجمات المرتدة. هم فريق احنا قلنا. احنا قلنا هي مربوطة كلها بعدها. فريق بيلعب لعب مباشر. هيتكتل قدام النادي الاهلي. بيعتمد على المرتدات. بيعتمد على المرتدات بطريقتين. الخروج الجماعة للثلاسي الأمامي. ومعهم لعيب من وسط الملعب. يعني أربعة الجناحين والفرود. واللعيب التالت اللي بيلعب في وسط الملعب. الرباعي ده هو اللي بيعمل عملية التحول. أو الكرات الطولية اللي بيعملوا من 18 إلى 19 تمريرة طولية في المباراة. علشان يبتري يشتغل فين على المساحات. وحزاري ثم حزاري ثم حزاري على المساحات. اللي في ظهر علي معلول خاصة لو الاهلي هو اللي طالع. المساحة ما بين علي معلول ومحمد عبد مانيم. أو في ظهر علي معلول. أكتر منطقة هيلعب عليها كرات طولية. ولو جبنا الكرات المرتدة والاختراقات. وإحنا بنتكلم. هتلاقي إنه كرات المرتدة هما بيشتغلوا على بالشكل ده. يا إما كرة مرتدة بيطلقوا 3-4 صراع جدا في الخروج. سجلوا منها. الحالات بتاعة الهجمات المرتدة. هدف 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 الصعود أمام الجيش الملكي كان بالطريقة دي هدف التعادل. سجل خالب بوسيليو في أمام الجيش الملكي في المغرب. نفس الشكل بصها كريم. فجأة فجأة دي هجمة مرتدة. اشتغل وراء الظهير الأيصر. ماشي على صرعتها. الراجل دخل للظهير الأيمن والجناح بقوا 5-4. فجأة فأقل من 10 سوائل إنه اشتغل عطلية في المساحة. وبترى يشتغل على دا كملها على عدلتها ما توقفش في ريمات. وسجلوا منها الهدف. ده كان الهدف التاني اللي قدروا يكسبه بيه يانجي أفريكنز. فيه ذهاب نهائي الكونفيدرالية. واللي تسبب بشكل كبير إنهم خسروا في مبارات العودة. تسبب بشكل كبير في حصولهم على الكونفترالية إنهم يلعبوا. دي كانت أمام الجيش الملكي هجمة مرتدة بنفس الشكل الثلاثي. وده هدف تحط حلوة قوي من خالب بوسوليو. فجأة خالب بوسوليو بص البنتريشن. طبيعي الرجل هيحطه على الأرض. الرجل عملت شب بشكل ممتاز. فخالب بوسوليو واحد من أميز اللعيبة. والجناح الأساسي اللي بلعب ناحية الشمال مع فرقة اتحاد العاصمة. وده لازم الأهل يأخذ بالهم منه. محمد هاني يخلي بالهم منه. لأنه مميز جداً في الواحد على واحد. ده الهجمات المرتدة. ده تاني سلاح. وأهم سلاح عندهم بعد الكرات السابطة والتصوية.